قررت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة في حق وكلاء سيارات المتحيلين الذين قاموا بخصوم مصرفية ضخمة ما بين 23 مارس وال9 من أفريل الجارية حيث أكد مصدر الحكومي لموقع كل شيء عن الجزائر أنه تم حضر هذه الديون دون أي متابعة قانونية في الوقت الحالي القرار الحكومي جاء بعد رسالة الوزير مؤخرا لوزارة المالية ولمحافظ بنك الجزائر والتي تهم فيها وكلاء سيارات محاولتهم للالتفات بقانون الاستراد الجديد